طيب كابتن محسن صالح عضو لجنة التخطيط لكرة القدم في النادي ولاعب ومدرب الاهلي والمدير الفن السابق للمنتخب الوطني تلقى ترشيحا من الاتحاد الافريقي كعضو في اللجنة الفنية للتنمية وتطوير كرة القدم في الكاف الاتحاد الافريقي أبلغ اتحاد الكرة المصري بهذا الاختيار وجاء نص الخطاب من الكاف ممهورا بتوقيع باترس موتسيبي يسعدنا إبلغك بأنه تم تعيينه كعضو في اللجنة الفنية والتطوير وفقا لقوانين الكاف وأكد موتسيبي في اجتماعات اللجنة التنفيذية السابقة لاتحاد الافريقي على أهمية عمل جميع لجانب الاتحاد الدائمة وأدائها للمسؤوليات والمهام وفقا للنظام الأساسي للاتحاد الافريقي ووفقا للمادة 26 الفقرة 6 من النظام الأساسي للاتحاد الافريقي يتعين على الأمين العام سياغة جدول العمال وتحديد موعد اجتماعات لجانب الكاف الدائمة شوفوا إحنا بنبارك للكابتن محسن صالح بنبارك للكرة المصرية التي شهدت انحصارا في الكوادر والكفاءات المصرية داخل الاتحاد الافريقي بشكل غير مسبوك وأصبح الوضع لا يليق بعراقة وتاريخ الكرة المصرية فليكن ضم محسن صالح وهو استحق واختيار صادف أهله ذا ما بيقال يعني راجل مدرب موهوب حقق بطولات خارج النادي الأهلي ودي حاجة مش سهلة الأهل والزمالك كمان يعني مع الإسماعيل حقق بطولات وعندما صفر إلى الخارج أيضا كان صاحب بصمة بصمات كتير وأيضا كان مدرب منطقة مصر فعنده من الخبرات ونطق أنه يكون عنصر وقيمة مضافة إلى هذه اللجنة نتمنى أنها تبقى خطوة يتبعها خطوات في طريق استعادة الكوادر المصرية وجودها المؤثر داخل الاتحادات الإقليمية والدولية نتمنى ده إن شاء الله الكابتن محسن واحد من الناس اللي بدأت مسير التدريب طويلة بتراكم خبرات عظيمة جدا يعني لكم أن تتخيلوا أنه بدأ مع هيدكوتي يعني كان ضمن الجهاز الفن المعاون لهيدكوتي في السبعينيين ما كانش بطل بقاله سانة يعني وانخرط سريعا في مشوار تدريب الحقيقة أثر فيه كرة القدم سواء في مصر أو في لبنان أو في السعودية أو في عمان أو في الإمارات في كثير من الدول العربية كان له بصمات وتجارب مهمة جدا تواجه بتدريب الإسماعيل وفي أزمعه الدوري وأيضا مع المنتخب الوطني وكان له تجربتين مهمتين مع المنتخب كان اتحاد الكرة احتاجه في فترة سابعة كمدير فني لاتحاد الكرة لكن الحياة كان واضح أنه ظروفه الصحية ما كانتش تسمح أنه يتحمل ضغط الجبلية والظروف المتواصلة لكن أعتقد زي ما المهمة سعاد لأشار تعيينه أو اختياره في عضوية اللجنة الفنية وتطوير اللعبة في الاتحاد الأفريقي بما ثابت عودة العناصر المصرية وكوادرها الشيئا فشايا للاتحاد لأنه فعلا ترجعنا كتير ترجعنا وفي ناس تستحق هذا التواجد مش معقول الكابتن مثل حسن شحاته بكل العظمة والمكون الفني بتاعه يبقى خارج أروقة الاتحاد الأفريقي يعني مثلا يعني لابد من الدفع بكوادر وعناصر تستطيع أن تحدث فارق فني لصالح اللعبة لأنهم وهم مش ممكنين أن يؤدوا هذا الدور للأسف مع الكرة المصرية ممكن يلاقوا هذه الفرصة في الكرة الأفريقية